ما رأيك الآن الفاف أقبلت على هذه الخطوة هل تعتقد أن هناك صعوبة وتعقيد في تعيين المدرب المقبل بالنظر إلى الوضعية الموجودة فيها المنتخب وما ينتظر المنتخب في المستقبل رئيس الفاف ربما تفادى القرارات الانفرادية لتفادي الحرج الانفرادي أيضا وتحمل المسؤولية إن لقدر الله فشل المدرب فيما بعد يكون على الأقل فيه إجماع حول تعيين هذا المدرب لا أنا لا أظن بالنسبة للحرج ولكن أنا أظن بلي كل حاجة التي تندر بالتشاور والتعاون هي فيها آراء أخرى يكونوا الآراء أخرى نطرحنا هذا السؤال لأنه لم نعرف هذه الطريقة لأول مرة تقريبا نعم 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 أنا أشكد لك برحوسة أنا أظن بلي حنا لما نتشاور بيناتنا يقدر كل واحد يعطيك شيء لي ربما ما كنتش تخمو أو لملاحظة لي ما كنتش بالك تعرف على هذا المدرب خاصة إلا كانوا ناس على كورت القادم وعندهم يعني خبرة في التدريب أو في الممارسة في كورت القادم لا ننسوش كان شيء جيد مهم جدو مهم تقدر جيب ناس ويتكلموا لك يشوفوا السيرة الذاتية هذا أوكي طريقة لعب أوكي ساعد كل ساعد ولكن لا نسأل عن هذا المدرب طريقة تتعاملوا مع اللعبين بارك الله فيه لأن الان دوك لازم الريلاصيون الريلاصيون كيف الطريقة كيف يتعامل هذا المدرب ولا تمشي مع اللعبين تاعك ولا ما تمشيش ولا حتجيب له يما يقول لك حتى حتافظ بالشباب ولا حتدير تورا ولا راح تدير كده لأن كل حاجة معها ولا راح تعمل على المدى الطاوي ولا حتخمم غير على كوب دافريك كوب ديموت يعني لازم هذا ربما يكون عند بداية التفاول الفيدرالية تاعنا هذا كل شيء راح واضح لأنهما أرى أبلهم وشا حي ديروا بعد يعني هذا الوقس أنا نظن باللي طريقتهم واضح واختيار المدربة راح يكون بالنسبة لهذا شيء فهذا شيء أنا كيف يقول لك مع أمر التشاور ولو تكون لجنة تكون لجنة كبيرة لماذا المدربين تليرا من الشطوف في الدرجة الأولى مدربين سابقين مدربين سابقين اللي دعوا الجزائر بعيد على غير الرابح سعدان أنا نظن هذ الناس اللي عندهم خبرة كبيرة ما يقدروا غير ينفعوك لأنهم واحد كما رابح سعدان اللي راح دار شحال من المونديال وأهل جزائر شحال من كاستفريقية عنده كثير من الخبرة والأخطاء والإنجازات كل هذا شيء يعطيك أمور اللي ما يعطيهم لك شو أحد آخر حتى اللاعبين سابقين أيضا نظن نحن هنا كذلك يعني الرئيس الفيدرالية يعني كي بين باللي ما أنا مسير وإنسان يعني اللي خدمت فكورة القادمة ولكن هاد الأمور تقنية هاد الأمور تقنية لازم ندرسها مع الناس أخصائيين ولو ولو يعطوني معلومات كافية حسين ندرني مول ويرفيا هو ويرفيا هو ويرفيا طبيعة الحال شاورو خالف كي نقوله نفس مومن دوكن تقطعتني لا هذي شاورو خالف لا ندري مومن تقطعتني ورحت ضد الكلام اللي كنت نقوله الإنسان يفهم الآخر كلام يقولي ليه ولكن انت يا مومن رحت تلاقي مدرب لما قبل ما تلاقي المدرب تقعد معه مدرب بين السابقين والآخر يعطوك كل معلومات رحت تروح بمعلومات كافية بأسفر تأخذ القارعة ورحت تلاقي مدرب بدون خبرة بدون ما تتقسر مع الناس شيء شيء آخر تماما انت واحد اللي يكون داكي ويدي علاقة على الناس ويسمع ويسمع لأنه لا الآن الآن ما من اللاعبين أنا أقول لك اللاعبين اللي تشوفهم دي قادر يتشاورو في المنتخبات الكبيرة ويشاركوهم لأن اللاعب هو راه جزء من جزء من المترجم حاجة عادية حاجة عادية نعم عندك لاعب اللي يخمم غير على الفارق الوطني اللي تعرفوا اللي ما يقول لك يعطيك ويعرف المجموعة خاصة يقول لك هذا المدرب ما يناسب ناشر وكان يجي نتكسر اكزونك بسح واحد اللي لازم تعرف بعمل تقدر لا لا لعبين لعبين القدامة ولا لعبين الحاليين مملاعبين حاليين كين ربما ليقعدو في فارق الوطني يقدروا يشاوروهم بكل اعترافية هذا تندار كما يقول لك في الأندية وتندار في المنتخبات الآن تفتحة باب التشاور أنا باش ما نطول ونختم الكلام ويقول لك شيء جيد أنا بالنسبة لي